وليس مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا للفقرة الطبية فكرة الاهتمام بتنامل فيتامينز والمعادن اللي الجسم محتاجها الفكرة دي أغلب الناس بتعتقد أن المهتمين بيها هم بس الأشخاص الرياضيين أو اللي بيبنوا عضلات أو البنات اللي بتدور على فيتامينات عشان تقوي شعرها نظارة بشرتها لكن الحقيقة أن الاعتقاد ده غلط تماما وده لأن زي ما الجسم بيحتاج لأكل صحي وكمية كافية طبعا من الميا وممارسة رياضة عشان يكون عنده مناعة من أي مرض هو كمان محتاج للفيتامينات والمعادن بشكل يومي وكميات معينة تعالوا بقى فقراتنا النهاردة إن شاء الله نعرف أكتر إيه هي الفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم لصحة أفضل مع ضفتي المشرفاني ونوراني في الستوديو دكتور دين أبو الصعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتر دندون منوراني حبيبة ألمي متقلقة في الأورانج الأمر ده هو أورانج والأحمر أنا والله مش أنا كنت لابسها من كم يوم كده برضو وبداني على أحمر بس عشان الآلي بيتحول تقريب طبع لا صح؟ أول من ينمس أورانج يبقى أحمر أنا بيتقبس أحمر على طول دلوقتي حبيبة ألمي حبيبة ألمي بلورك طبعا موضوع مهم وجميل وبنوتات بقى لسه يتعرفوا على القصة دي ويبدأوا بقى لسه مرحلة البلوغ ومرحلة أنهم يبقوا يعني خلاص بقى ليهم شخصيتهم يقدروا بقى يوضبوا أكل ويشربوا ويعملوا شباب وبنات يعني عموما مش بس كبار السن مش بس إحنا بعد يعني عمره معين بعد عمر العشرينات خمسة عشرينات محتاجين لفيتامينز هما كمان لازم عندهم الثقافة دي مش بس عشان تقول لك شعر يوقع ودوافر يكسرت و تحت عيني فيه أسود لازم يفهموا أن دي مضمونها من الداخل صح كده طبعا فعايزينك بقى تكلميهم الأول شوية عن الموضوع أنه أهمية الفيتامينز دي مهمة جدا ومهمة لهم في إيه ودي مش هتعرضهم لإيه و هتحميهم من إيه على لونجران عشان هما مش يعني القصة دي منسبة لهم شوية هي قصة الفيتامينات والمعادن مش بس للشعر والبشرة والضوافر لا 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 دي مقولة خطوئة جدا خلي بالك الشعر اللي احنا منشوفه في الآخر ده دي آخر مرحلة في الشعرايا لو عندي نقص في البيتامينز الجسم بياخد الفيتامينات أو الحديد ويقول لك الشعر مش مهم يقع يعني الجسم محل آه يقع لان دي آخر مرحلة آخر مرحلة من نمو الشعر اللي احنا منشوفها بقى لقيا العين بالضبط حتى المستة الحاملة لازم تدعم الكالسيوم جدا لان الجنين هيسحب كل اللي معها هيسحب كل الكالسيوم والفيتامينات ويعني اللي هو عايز هياخده وهي اللي هتبقى هذيلة جدا أوه صح صح فيقي هياخد كده تخزيد وفعلae هاياخد تخزيد وهي اللي هتبقى تعبانة جدا وهذيلة جدا فلازم الستة الحاملة تدعمجدا بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم لازم الكبار السن دعموا جدا لأن كبار السن أحيانا كفاءة المعدة مش زي مكانوا الشباب أكيد وحمودة المعدة مش زي مكانوا الشباب وامتصاص المعادن والفيتامينات مش زي من وقت مكانوا الشباب فلازم طول الوقت يأكلوا أو يأخذوا فيتاميناتهم معادن طول الوقت من الناس المهمة جدا ليهم الفيتامينات ومعادن اللي بيعملوا دايت اللي بيقللوا أكلهم جدا الأصحاب أو الدخين عمليات سمنة سواء تحويل مصار أو تكمين معدن محتاجين جدا فيتامينات ومعادن الرياضيين محتاجين طول الوقت بروتينات واميجا وفيتامينات ومعادن الستات بتمر بمراحل عمرية مختلفة سن البلوغ، الوقت الدورة الشهرية، الحامل، المرضاعة، سن اليأس كل دي مراحل هي بتمر بيها انقطاع الدورة، تغيير الهورمونز بتاعتها فكل الحاجات دي لازم تاخد فيتامينات ومعادن أهمية الفيتامينات والمعادن في الصحة العامة من حيث النشاط من حيث دعم الصحة النفسية بتدعم الصحة النفسية جدا في فيتامينات ومعادن التمثيل الغذائي، المناعة، وأقول بقى في الآخر الشعر والبشرة والدوافر وبالنسبة للرجال مهم جدا هم يعرفوا ديروا طاقتهم إدارة الطاقة حاجة مش سهلة ده أنا دلوقتي بشوف كتير يا عظيمة شباب يقولك عندهم 15 سنة مش قادل مش قادل عسي يقوم مش قادل يعني عامل كذا مش قادل ننزل آه صح طيب الرغم إنه ده قمة نشاطه في الفترة في العمر ده بالضبط، بالضبط، فلازم التغذية السليمة، العقل السليم في الجسم السليم بالتغذية السليمة نقلل السكريات بقدر الإمكان جدا والدوافر غير صحية نقللها، نقلل التدخين جدا لأن التدخين بيأكسر وبيعمل مشاكل كبيرة جدا في الصحة نقلل المشروبات الغازية، مش طول وقت حطين اللتر جنبنا وبدل المياه، ده خطر جدا كأنه بديل هو ويتخانه كده شرب، أنا كده متويت، لا مفيش بديل عن المياه، ولا عصاير ولا مشروبات غازية ولا حاجة، صحيح كمية الكافيين ما تبقاش إكسيد عن اللزوم، مش كل خمس دقائق أشرب قهوة ونسكافيه، مش كل عشر دقائق أشرب قهوة ونسكافيه، لا خليها بمعدلات وفترة معينة في اليوم، بزا، ومشروبات الطقاء بمعدلات أنا بسمعني نفسي، أنا بقول لنفسي ده طول الوقت، آه، قاعدة كده لا أنا أشرب بنسكافيه، بعدها في ساعة أقول لنسكافيه يعني لازم أفكر نفسي، لا، مش طول الوقت نسكافيه يعمل على بطار، الكافيين بيعمل نشاط، طبعا، بس زياده برضو بتبقى بس زياده إكساس في الدم، هيعمل ضربات قلب عالية، سريع، مزبوط، صح، يحسر، ومن أهم البيتامينات اللي تتاخد يوميا بلا إنقطاع، هو قلب مالتيبيت، من الآخر قلب مالتيبيت، زي ما شايفين شكله على الشاشة، يتحفظ شكله الحمد لله، بس عشان يعرفوا أنه مالوش بديل، لأن لسه كل، كل فقرة معيتي وكل حلقة يدينا في ناس جديدة بتدخل، بتنضم لنا، وبتبقى لسه بتسمع وبتعرف عن الفيتامين ده، فكلمين بقى عنه عن خصائص بتاعته قلب مالتيبيت، اللي عبوة بتكفيه شهر، 30 قرص، كل شريط فيه عشرة قراس، أنا داخل قلب مالتيبيت 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن، هيقولك تبقى هو أي مكمل غزائي تاني فيه برضو عناصر كتير، عندي مميزات، يعني بتدعمي قلب مالتيبيت تحديدا، لأنه أول حاجة الأعلى بتركيز الزنك، الزنك مهم أن أخذه يومي، الزنك مهم لصحة الشعر والبشرة والدوافر والخصوب عند الرجال، ومهم لكل العملات الحيوية، والمعدة على فكرة بتحب الزنك، حمودة المعدة بتحب الزنك جدا، عندي داخله فيتامين سي وفيتامين إي، الاثنين دول أقوى مضادات أكساد، عشان كده أنا بيميزني قلب مالتيبيت أنه هو جامع الاثنين، الأقوى للمناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وزنك ونحاس، ملم بعائلة فيتامين به الكاملة، من أحد أهم مميزات قلب مالتيبيت أنه ملم وغني بمجموعة فيتامين به الكاملة، والفوليك أسد طبعا، والبيوتين، والنياسين، وثيامين، ليه زيادة الطاقة وتحسين سرعة الأيد والحرق والتمسيل الغذائي وتكوين خلايا الدم بشكل صحي، ليه بقول تكوين خلايا الدم بشكل صحي؟ لأن الكوبالمين هو اللي بيكون لخلايا الدم، كوبالمين هو فيتامين به 12، ويحتوي طبعا على طول بقول قلب مالتيبيت، اللي بيميزه أن هو الأعلى في تركيز الزنك وصدن وحاس، وقلب مالتيبيت يجمع الاثنين مع بعض، والنحاس من الدرجة الأولى، البشرة والشعر محتاجين نحاس، ده اللي بيميز قلب مالتيبيت، وطبعا مرخص من هيئة سلامة الغذاء المصرية، طب نجيبه منين؟ طريقة الحصول عليه سهل قوي، سواء عن طريق الأرقام اللي زهر على الشاشة، دي أرقام شركة بايو ناتشرل بنوصل لأي محافظة في مصر، ناس كتير دلوقتي في الغرداءة، ناس كتير في شرم الشيخ، ناس كتير في السحر الشمالي، وهيقعدوا بالشهور، فهيقول لك، هنجيبه ازاي؟ نحن عايزينه دلوقتي، أنا بالفعل بيجي لي أسئلة كده، بالفعل بيجي لي أسئلة وبجاوب على أصدقائنا كده، وحلوة قوية عظيمة ألبا مالتي فيت، لأن اللي بيقعد دلوقتي بيصيف، بيقعد قدام شعة شمس، لازم نبقى سكايا، نحن ناخد الحلوة من الشمس، ونسيب الوحش، الطايم اللي هننزل فيه، اللي هنروح به المحر، الطايم اللي هننزل فيه، ونخد ونحط السان بلوك، صن بلوك، دلوقتي، أخبر بها في حياتنا، السانئة أو الزيت اللي بتعمل به الثاني ما بتحطش في الوش يا جماعة، خالص، جسم بس، الوش لازم سانسكرين، مع السانسكرين، لازم أخذ ألبا مالتي فيت، لأن العلماء اكتشفو أن فيتامن إي وفيتامن سي، بيحدوا جدا من أشعة الشمس الضرة، اللي ها الألطرا فيلت إيو بي، ألبا مالتي فيت بيحد جدا من أشعة الشمس الضرة، بتعمل سكين بيرنس بتعمل حروق في الجلب وأحياناً بتوصل لسكين كانسر فلازم أن احنا برضو ناخد ألبا مولتي فيت لأنه بيحتوي على مزيد فيتامين إي وفيتامين سي وطبعاً بيحتوي على البيوتين اللي هو فيتامين بي سيفن كلنا عارفين أول مشاعر بيقع بجري على البيوتين فألبا مولتي فيت دائم جداً لصحة الشعر وبيحتوي على الكالسيوم أكيد الكالسيوم عندي 70 ميلي جرام يا جماعة محدش يخاف من نسبة الكالسيوم أنا محتاجة ألف ميلي جرام المصادر اللي احنا ناخد منها الكالسيوم الألبان الجبن البيض المكسرات ألبا مولتي فيت دائم لتكوين خلايا العظام لأنه بيحتوي على كالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام هاي يعني بشكل آمن آآ آآ نينا إحنا كأكاكا يعني بناخد كل يوم إحنا الحمد لله في الأمان وعايد أرد يا عظيمة عليكي لما قلت لي طريقة الحصول بلس أن احنا كمان موجودين في سلسلة سيدة ليات كبيرة موجودة في روحها في كل محافظات مصر بلس أن احنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرا بلس أن بقول الدكاترة السيدة 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 اللي عايزين يوفروا ألب مولتي فيت داخل سيدة لياتهم احنا موجودين في شركة توزيع كبيرة جدا من الأكبر شركات توزيع في مصر اللي هي الشركة المتحدة للسيدة يقدروا يكلموا الشركة توفر لهم ألب مولتي فيت وطبعا قود السيدة كمان موجودة عشر معروف تمام كويس جدا هايل طيب يقول لنا بقى نتكلم على أصحاب الأمراض المزمنة نايمان بيشغلهم قوي فكرة انهم مش أي حاجة يقدروا ياخدوها فلو تكلمنا على ألب مولتي فيت هل هو فعلا مناسب ليهم؟ ألب مولتي فيت مناسب جدا لأصحاب الأمراض المزمنة بالأقصد مريض السكر على طول بدعم بفيتمين بي لأن الفيتمين بي هو الدعم لتقوية الأعصاب مع التمثيل الغذائي أكيد وأكيد أي مرض يعني سواء كوليسترول مريض الكوليسترول مريض القلب مريض الضغط بيأخذوا ألب مولتي فيت بطريقة أمنة جدا بأخذ أرس واحد بس لبسألوني على الضوز أو الجرعة المناسبة ما نقطرش عن أرس لأن يقول لك أول ما مثلا ناس كتير بتأخذه فقال لك ده عامل نتيجة بأخذ أرسين إن أنا أقطر بقى من الفيتامينات هيدين أحسن ما بحبش الحاجة اللي ما بتزيد عن حد اللي بدد الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذائي هو أرس واحد في اليوم هيتخذ أنت بعد الفطار على كوباية ما يجب بس إحنا نستمر على الأرس ده وإنما نقطرش ما فيش حاجة سماء أخذه يوم وثلاث يام لا أصلا ننسيت أنا مش بديكي خمس ست قراص تغذية لبديكي أرس واحد فأكيد أنك هتفتكري بعد الفطار بسح صحيح حلو ده طيب وبالنسبة للأطفال احنا قلنا برضو من سن البلو من سن البلو من سنة أولاد من سنة 13 سنة الرياضين الرياضين الجرعة ياخدوها بحبزها قبل التمرين بنص ساعة عشان بيدي طاقة حلوة قوي ليهم ليهم وطبعا هم بياخدوا بقى المكملات التانية لو هو حاجات هاي بروتين بقى سواء من الأكل أو من المكملات الغذائية اللي فيها هاي بروتين عرغمه والله كتير جدا من رياضين تخالي يقولك إيه أنا ما بخدش يعني مش كله من الأكل مش الأكل الصحي بس بقدر اعتمد عليه ولازم يدخل له مكملات أخرى شو فيه بقى الضرورة عشان يقدر يستمر يقول إنه هو بيبزي المجهود رهيب ومش بس هو احنا على فكرة احنا كمان احنا يعني احنا فعلا المكملات الغذائية أصبحت ضرورة في حياتنا يا دي طبعا استقافة دي ناس فاكرها كانت زمان بقى أيام الزمن الجميل كان البيتامين ده طرفيه ها اللي هو أنا باخد فيتامين مش عارف ايه على فكرة أنا وانا طفل أنا فكرة أنا كنت باخد فيتامينز يعني كان بقى بيبزي ديني حاجات فتحة للشهية وحاجات فيتامين ايه ده كان أساسي وايه كان أساسي الحاجات اللي هي بتدعم الأطفال ده كالسيوم كنا بناخده كالسيوم مهمة أو بوطا يعني كانت حاجات كده سبحان الله الواحد الثقافة دي بس ممكن تكون مش عند بعض العائلات أو بعض الناس لكن لازم يحتاجوا يعني وظيفتنا نقول لهم نوضح للناس أهمية بالذات الشباب الصغيرين دول الجيل الغريب ده اللي هو ايه أنا مش قادر أخد كذا ده يعني بياخد العلاج لو تعب بالعافية لا أنت لازم يا حبيبي تاخد ده عشان صحتك طبعا خصوص أن بقت يعني صفة الخمول والتعب في السن الصغير ده منتشرة جدا جدا طب يعني لا ومهمة أوي كمان البنات بتهتم في حاجات معينة لكن الشباب يعني بيطنشهم مهمة أوي سوق التغذية دي دي كرسة يعني اللي عايشين 24 ساعة في الشراء بيأكلوا بس حاجات لما بتلاقي شباب طول وقت عندهم خمول أكيد أكيد لازم نبقى بص على الأكلهم آه أول حاجة ممكن تبقى سوق التغذية وبعد سوق التغذية نهو بقى ما بياخدش فيتامينات أو معادة تفيدوا أكيد أكيد طيب عايزين نشوف بس أسئلة 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 بعض المشاهدين قبل ما ندخل على أسئلة يعني بعض الناس الرياضيين محمد عبد المجيد يقول إي أسباب ظهور بقع بيضى في الأظافر هذا سؤال كميل على طول دي نقص إيه بقى يا دينا بيبقى نقص مين لكالسيوم كالسيوم كالسيوم وزنك الثانيين مع بعض الزنك مهم أول الضوافر أنا على طول بقول الزنك مهم لكل عملية الحيواء في الجسم مهم لأي خلايا بتتجدد الضوافر بتطول وبنقصها وبتتجدد الشعر بيطول وبيقع وبيتجدد فيه تجديد وقرات الدم الحمرة البيضة أي خلايا في الجسم خلايا العزام بتتجدد محتاجة زنك أه طبعا ينهارب فبيبقى أحيانا وجود البقع البيضة في الضوافر ما تيجي تنقص الزنك مع الكالسيوم طيب ميادة أحمد بتقول هل ظهور قشرة الشعر ليها علاقة بنقص الفيتامينات بعد الدراسات قالت في ناس بتجيلها يعني متغيرة يدينا ما ليست ثبت يعني فترات وبعد كده الدنيا تزبط صح ده بفعلا ممكن يبقى بعد الدراسات أثبتت أن نقص فيتامين ب بيعمل إشرا ياه طبعا طبعا فيتامين ب مهم لكل العمليات التمثيل الغذائي مهم جدا كل أنواع وبيبقى أنواع معين منه يدينا صعب أقول لكن مجموعته مجموعة فيتامين بي كاملة يجب أن تتخذ يوميا حسنا هذه معنومة مهمة قوي على فكرة طيب مهند مهند سيد هل الفيتامين أو الفيتامين لديها علاقة بتحسين الحالة المساجية ولا لأ وإيه نوعية الفيتامينات بالضبط المسؤول عن الحالة المساجية هي مهند مالك بس فاكراك بتكلمنا من تركيا راجل من أحد أعراض نقص الفيتامينات المود سوينجز تغيير المزاج تغيرات في الحالة النفسية مهم جدا لدعم الصحة النفسية بالفيتامينات والمعادن أكيد شيء أساسي من أهم الفيتامينات المهمة لدعم الصحة النفسية الفوليك أسد وفيتامين به كله عمتا القبالامين والثيامين والريبوفيلافين وممكن أقول فيتامين هيبقى مهم جدا لأنه مضاد الأكسد أنا ما أخذتش أنت أكسيد وطول الوقت بعرض جسم الالتهابات أكيد هيبقى موضي مش حلو ما أخذتش فيتامين به ومعنديش سرعة تحرق ومعنديش سرعة آيد ومعنديش تبسيل غذائي أكيد المود بتاعي مش هيبقى حلو لما أنا طول وقت حاس أن أنا كسلانة فهبقى زهقانة فطبيعي حلو والله كويس دي حاجات على فكرة في ناس فعلا بوسيوفي هو سأل سؤال هو بيسأل سؤال ممكن يكون يعني مش متخيل أنه فعلا ممكن يطلع كده أيها طبعا ممكن تقولي له سبب تاني لكن من الأعراض بدأت فعلا تغيير المزاكر نقص الفيتامين معادل المود سوينجز تغيير المزاكر فأكيد بقول له مهند صح آه مهند ياخد ألبا مالتي فيت سواء مستخداليات أو عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة هياخد قرس واحد بس في اليوم بعد الفطار على كوبية مية هيلاقي تحسن في المزاكر في خلال ثلاثة يام هيلاقي تحسن ملحوظ أهم حاجة الاستمرارية لو وقفنا هيحصل خمول تاني احنا كده مافيش ضرر من استخدام الفا مالتي فيت لفترات طويلة لا لأنه النسب اللي موجود فيه ليست ضرر يعني مافيش مشكلة عندي ناناستمر علي دايلي مرزي أنواع فيتامينز ممكن أخدها كام شهر وبعد يرجع وقف صح وبعد يرجع استكمل ده مش مع الفا مالتي فيت اطلاق مش معاه لا 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 أنا باستخدمه يوميا والتحسن المزاج والطاقة والنشاط والمود الحلو والبوسيتيف بشوفه من تاني ثلاثة يوم الشعر بيحتاج وقت دوافر بتحتاج وقت أكيد أول ما نحس نحن نشعر بها برؤية العين بزرط أهم حاجة الاستمرارية يا عظيمة يعني مايفعش أن بنت عايزة الشعراء يتحسن تاخد ألف مالتي فيت النهاردة بكر أسبوع وتنسى يومين وترجع تاخد أسبوع وتنسى أسبوع مش هحس بالتحسن خصوصا أن القيمة الاقتصادية نقدر أن نستمر عليها هناك حاجات يجبها ولكن غالية جدا وأقول لك أنا لا أستطيع أجيب دولتي في البطال صح قالب مالتي فيت سعره رائع سعره اقتصادي ومناسب مرحوظة أهمة لشركة بايو ناتشرل أنها حطت البند الاقتصادي في الموضوع وليس بس كمان الكيف إيه هي الأنواع وأكتر من إيه والنسب كفاية فيتامين سي أنا كلما أفتاك أنك فيتامين سي 500 فده معدل طبيعي ممتاز لنا في اليوم العادي بتاعنا ناخده كل يوم دهيل أنت خليت نستمر عليه بدون أحس أن أنا عايزة أخده لوحده صح وفيتامين سي أهميته كبيرة جدا يعني فيتامين سي للمناعة مهم قوي لامتصاص الحديد مهم قوي تعزيز الكولوجين مهم قوي جدا فيتامين سي عندي داخل ألفا مالتي بيت زي ما أنت قلت عظيمة 500 ملي جرع ألفت نظري جدا الحقيقة مع مجموعة بي طبعا طيب هناخد سؤالك الأسيوت ماشي حاضر عادل علي بيقول أنا من أسيوت ألفا مالتي بيت ممكن ألاقيه فين أسيوت نقدر نتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة بيوصل لحد باب البيت دي طريقة طبعا وأو من السيدالية خلال كود السيادلة موجود يطلب ألفا مالتي بيت كود السيادلة في شركة المتحدة للسيادلة هاي الأهو نازل كمان دي شركة ده كود السيادلة أو الأسهل أن أنا أتكلم عن طريق الرقم الزهر على الشاشة نحن نوصل لأسيوت وأي مكان لأي مكان هاي الممتاز طيب ميرنا هل الاستمرار على تناول مكملات الغذائية ممكن تسبب نحافة أو زيادة في الوزن لا زيادة في الوزن أنا أقول هو بيحسن التمثيل الغذائي فهي زيادة في الوزن هو ممكن يخلي مودها أحسن فتحس أنها مقبلة على الأكل أكثر تفسد تفتح أكثر لا هو بيحسن المزاج لكن هي تاكل أكل صحي لكن هو الواحد وليس هيعمل ده لا بالعكس أنا عندي ألف مالتي فيت بيساعد بنسبة أن أنا أخس شوية اوكي إزاي لأن الدراسات أثبتت أنه مش بس فيتامين بي بيحرق أو بيساعد على سرعة الحرق فيتامين سي كمان بيساعد على حرق الدهون دهيل دي لسه دراسات حديثة أثبت أن فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون ابسط يا مالنا خلاص أنت كده ملكيش أي أي تعقيب على أي حاجة طبعا دهن الوقت معاكي بيعدي بسرعة وببقى سعيدة جدا بجد بوجودك معي في الحلقة بجد حقيقي ومنوراني في قناة الأهلي حبيبتي وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة وبشكر ضفتي لشرفتني ونورتني دكتور دين أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر نورتيني وشرفتيني واسمحوا لنا يعني الوقت بيخلص بسرعة لكن في نهاية الحلقة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و السلام عليكم